بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة حلقات مادة اللغة العربية ونستكمل فيها إن شاء الله ما كنا قد بدأناه من حديث عن مدرسة المهاجر وكنا ابتدين الحديث عن هذه المدرسة وأشرنا في ما سبق إلى إنهم مجموعة من الشعراء من أهل بلاد الشام وبخاصة من لبنان اضطرتهم ظروف للطهد السياسي أو للطهد المذهبي أو الديني أو التطلق إلى الحرية والكسب المادي إلى الهجرة وإلى ترك أوطانهم وإنهم هاجروا واستقرت مجموعة منهم في أمريكا الشمالية واستقرت مجموعة أخرى في أمريكا الجنوبية والمجموعة التي استقرت في أمريكا الشمالية كونت مدرسة هناك يعني من تحت أشارت إن من تحت أو من خلال مدرسة المهاجر أو جماعة المهاجر تكونت جمعيتان أخرى واحدة في أمريكا الشمالية اسمها الرابطة القلمية وواحدة في أمريكا الجنوبية اسمها العصفة الأكتلوسية وكنا وقفنا عند الحديث عن الرابطة القلمية وقلنا إن الرابطة القلمية تكونت في نيويورك سنة 1920 وهذه الجماعة رائدها هو جبران خليل جبران وأشهر شعراءها أو أمير شعراءها إليا أبو ماضي وفيلسوفها هو شاعر ميخايل نعيمة وقلنا إن هذه المدرسة مالت إلى التجديد الشعري بل أحيانا إلى المغالاة في التجديد مع طبعا هذه المغالاة في التجديد والابتعاد عن الشعر التقليدي نحت بهم أو ذهبت بهم إلى البعد عن الثقافة العربية الأصيلة أحيانا كنا وقفنا هنا وعن نسترني إن شاء الله نستكمل كلامنا بحديث عن الجماعة الثانية أو المدرسة الثانية اللي اسمها العصبة الأندلسية وقلنا إن العصبة الأندلسية ده هي مجموعة من الشعراء هجروا إلى أمريكا الجنوبية تحديدا في البرازيل وتكون سنة 1933 السؤال اللي عندي هنا من أهم شعراء جماعة العصبة الأندلسية وأين تكونت هذه الجماعة وما أهم خصائص جماعة العصبة الأندلسية يبقى أهم شعراء جماعة العصبة الأندلسية زي ما هنشوف عندنا شاعر رشيد خوري والشاعر حليم خوري ومجموعة أخرى من الشعراء قلنا تكونت في أمريكا الجنوبية تحديدا في البرازيل سنة 1933 أهم خصائص هذه الجماعة حتى هو وضع من اسمه العصبة الأندلسية إذن هؤلاء الناس لديهم ميل إلى المحافظة وإلى عقد الصلة بين القديم والجديد في الشعر وهنا هم يعني اختلفوا عن الرابطة القلمية إحنا قلنا منذ قليل أن الرابطة القلمية مالت إلى التجديد والثورة على الشعر التقليدي الأمر الذي أدى بهم إلى الابتعاد عن الثقافة العربية الأصيلة أنا هنا من خلال هذا الاسم الموجود قدامي اللي هو الأصبة الأندلسية يعني مرتبطين بالأندلس اللي هي مرحلة من المراحل في الأدب العربي وفيها شعراء عظام فإذن هفهم من كده أن هذه الجماعة بتميل إلى المحافظة وبتميل إلى الربط ما بين القديم والجديد في الشعر ما أهم العوامل التي تأثر بها شعراء مدرسة المهاجر عموما هنقول تأثروا بالحرية التي عاشوا فيها في هذه البلاد تأثروا بالثقافة الأجنبية طبعا بالإضافة إلى ثقافتهم العربية الحنين إلى الوطن مع تمسكهم بالقومية العربية وده حيظهر أوي في النص اللي هندرسه الآن هنجد أن الشاعر فيه يعني نوع من الحنين الشديد إلى الوطن ما سمات شعر المهاجر من حيث المضمون علينا كده بس نوقف قدامه ونقرهم نقطة نقطة بنقول النزعة الإنسانية العامة طبعا هما لأنهما خرجوا فرارا زي ما قلنا من الاضطهاد الديني والاضطهاد السياسي وبحثا عن الحرية وإلى آخره ده أثر فيهم وفي فكرهم وفي شعرهم وخلى عندهم نوع من النزعة الإنسانية النظرة الواسعة النظر للمجتمع البشري ككل مما أدى إلى رسوخ روح التسامح عندهم وكراهية التعصب اتنين ظهر في كتير من أشعارهم الحنين إلى الوطن والتشوق يعني هم على الرغم من خروجهم من وطنهم الأصلي واستقرارهم في مكان آخر إلا أنهم لم ينسوا وطنهم الأصلي وكانوا دائما ما يصرحون بذلك في أشعاره ثلاثة الامتزاج بالطبيعة وتشخصه والتفاعل معه هذه قصة الامتزاج بالطبيعة دي يعني يمكن دي سمع عامة بين كل المدارس المتفرعة عن المدرسة الرومانسية سواء كانت جماعة أبولو أو جماعة الديوان وهنا جماعة المهاجر دي سمع عامة موجودة عند الجميع كانوا جميعا يمتزجون بالطبيعة ويحبونها ويظهرونها في أشعارهم بكثلة بعد كده السماحة الدينية وده طبعا برضو مردود إنهما لما قرجوا قرجوا فرارا من الاضطهاد الديني السبطان النفس الإنسانية النازعة الروحية وتعنى بها عمق التأمل في أسراء الكون وده إحنا لو ربطنا برقم واحد اللي هي النازعة الإنسانية الواسعة طبيعي إنهما حيبقى عندهم بيتأملوا في الكون وفي أسراره وأسرار الحياة المشاركة الوجدانية النزعة التشاؤمية الميل إلى الرمز النقطتين الأخيرة واللي قابليها برضو من ضمن السماحات العامة اللي موجودة تحت كل من ينتمي إلى المدرسة الرومانسية سواء كان جماعة الديوان أو مدرسة أبولو أو مدرسة المهاجر بعد كده ما سمات الشعر عند شعراء المهاجر من حيث شكل القصيد يبقى أنا تكلمت في الجزئية اللي فاتت من حيث المضمون المعنى الذي كانوا ينسجونه في أشعارهم المرة دي أنا هتكلم من حيث شكل القصيدة عندهم القصيدة عندهم عبارة عن تجربة شعورية يعيشها الشاعر بفكره ووجدانه تجربة هو بيأخذها بيعيشها بيستوعبها بتمتزك بوجدانه ثم يعبر عنها بعد ذلك في شعره لاهتمام بالصورة الشعرية وزار عندهم طبعا الصورة الكلية وكنا سبق وأشرنا إليها قبل ذلك ثلاثة التجديد في قالب القصيدة يعني هم ملتزموش أوي بالقالب التقليدي للقصيدة اللي قائم على وحدة الوزن وعلى وحدة القافية ونتج عن التجديد في قالب القصيدة عندهم عدم الالتزام بالوزن التقليدي والقالب الموحدة يعني ما كنونش normally termalvizm بالولزن التقليدي والقافية الموحدة بل ان القصيدة عندهم كان متتتبع نظام المقطوعات نظام المقطوعات ده نظام قائم على أن كل مجموعة من الأبيات الشعرية لها وزن ولها قافية يعني زي ممكن ألاقي القصيدة فيها ثلاث مقطعات أربع مقطعات وكل مقطوع لها وزن خاص بيها ولها القافية الخاصة بيها وده هم كانوا بيهدفهم كده إلى التجديد ودفع الملل عن نفس المتلقي الميل إلى اللغة الحية والألفاظ الموحية طبعا هم كانوا اللغة الحية يعني اللغة المنتزعة من الواقع والوضوح في الأساليب اتخاذ القصة القواصيلة للتعبير التمسك بالوحدة العضوية ووحدة الموضوع ووحدة الجو النفسي وده نقطة يشترك فيها جميع الرومانسيين اللي هي فكرة الوحدة العضوية اللي هي وحدة الجو النفسي ووحدة الموضوع الكاتب أو الشاعر بيبدأ قصيدته في موضوع معين وينتهي في هذا الموضوع على عكس الإحياء والبعث قبل كده كانت ممكن تجد في القصيدة أكتر من موضوع هذه من ناحية وحدة الجو النفسي يعني إذا بدأ الكاتب تسيطر عليه عاطفة الحزن يبقى بينتهي بتسيطر عليه عاطفة الحزن بتسيطر عليه عاطفة الفرع يبقى بينتهي بتسيطر عليه عاطفة الفرع يبقى وحدة الجو النفسي للقصيدة الوحدة العضوية مسألة مهمة جدا عند الرومانسيين جميعا المغالاة في التجديد وقلت أن المغالاة في التجديد هو نتيجة صورتهم على شكل القصيدة التقليدية يعني بدأوا يجددوا وذهبوا في هذا التجديد إلى مجالات بعيدة وإلى صور بعيدة يمكن التعديد بيهم جدا عن الشكل التقليدي للقصيدة العربية هنشوف بعد كده عندي نص اسمه ذكريات وهذا النص لشاعر اسمه إليا أبو ماضي وإليا أبو ماضي أنا ذكرت اسمه أثناء شرعي أو تكلومي عن الرابطة أو عن جماعة الرابطة القلمية اللي هي كانت موجودة في أمريكا الشمالية وقلت ساعتها إن أمير شعراء هذه الرابطة أو هذه الجماعة الشاعر إليا أبو ماضي إليا أبو ماضي شاعر من مواليد قرية اسمه المحيدثة في لبنان جاء إلى مصر سنة 1902 وكان صبيا صغيرا اشتغل في التجارة شوية واشتغل في الصحافة ثم هاجر بعد ذلك إلى أمريكا الشمالية وفي أمريكا الشمالية انضم إلى الرابطة القلمية اللي كونت في مدينة نيويورك وليه عدة دواوين زي تذكار الماضي والجداول والخمائل وتوفي سنة 1957 يبقى إليا أبو ماضي أمير شعراء هذه الجماعة وشعره خير ممثل للسمات العامة لجماعة الرابطة القلمية هنشوف الجو العام للنص إحنا سبق وأشرنا وإحنا بنتكلم عن مدرسة المهاجر في سماتها العامة قلنا إن هؤلاء الناس على الرغم من وجودهم في أوطان جديدة وفي أماكن جديدة إلا كان عندهم حنين عارم إلى أوطانهم حنين شديد إلى أوطانهم وظهر هذا الحنين كما قلت في أشعاره إلي أبو ماضي بيظهر عنده حنين شديد جدا إلى وطنه لبنان وعلى الرغم من هجرته إلى أمريكا لم ينسى وطنه وطنه اللي عاش في حياته الأولى وطنه الذي ولد على أرضه وطنه الذي يعني عاش فيه جزءا مهما من حياته وهو جزء ترسيخ المفاهيم وجزء ترسيخ الانتماء عاشه على هذا الوطن فهو لم ينسى هذا الوطن أبدا ولذلك جاءت الأبيات معبرة عن مدى الشوق والحنين نحو هذا الوطن الذي إن غاب عنه بجسده فإنه لم يغب عنه بحسه وشعوره ووجدانه فظل الوطن قابعا في أعماق الوجدان قابعا في أعماق النفس قابعا في أعماق الشعور ولذلك كان بيظهر كثير جدا في أشعاره الحنين إلى الوطن يبقى هذا النص ممثل لمدرسة أو لجماعة الرابطة القلمية أو لمدرسة المآجر في عمومة وممثل جيد جدا لفكرة الحنين إلى الوطن عند هؤلاء الناس نشوف مجموعة الأبيات الأولى من النص الشعر بيقول وطن النجوم أنا هنا حدق أتذكر من أنا وطن النجوم أنا هنا حدق أتذكر من أنا أنا ذلك الولد الذي دنياه كانتها هنا أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنة أنا من ترابك زرة ما جت مواكب من منا وطن النجوم أنا هنا حدق أتذكر من أنا أنا ذلك الولد الذي دنياه كانتها هنا أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنة أنا من ترابك زرة ما جت مواكب من منا نشوف بعض المفردات وبعد أن ننتقل إلى شرح هذه الأبيات من المفردات حدق يعني حدد النظر أنظر بعمق وهو يقصد إيه تأمل جداول المفرد جدول والجدول هو المجرى مائي صغير بيشق الأرض للسقية سنة الضو سنة معنى كلمة سنة معنى ضو ومضاد ضو ظلام لو جينا شفنا السؤال الأولاني هنا بيقول الشاعر يذوب عشقا في وطنه وضع ذلك الشاعر يذوب عشقا في وطنه وهنا أنا عايز ألفت النظر لأبنائي وبناتي طلبة والطالبات إن سؤال الشرح ممكن ييجي يقول لي اشرح الأبيات التي أمامك وممكن يجب لي يسألني سؤال ومن خلال مضموني هذا السؤال أنا بشرح الأبيات اللي موجودة أمامي يعني السؤال بييجي على شكلين شكل مباشر وصريح اشرح البيتين أو اشرح الأبيات الموجودة أمامك سؤال بييجي بشكل تاني زي ما إحنا جابين كده الشاعر يذوب عشقا وحنينا في وطن وضع ذلك وأنا بجاوب على هذا السؤال أجده نفسي أجيبه أو أشرح الأبيات لأن سؤال شرح الأبيات الموجود أمامك من ضمن الأسئلة المقصودة والمطلوبة والتي تسأل عنها دائما في سؤال النصور طب تعالوا نشوف إجابة هذا السؤال هتكون إيه الشاعر بيبدأ مخاطبا وطنه مناديا إياه نداء صادقا لما هو بيقوله وطن النجوم وطن النجوم فهذا النداء الصادق بيذكر إياه حدق بص شوفنا مين أنا الولد الذي نبت في هذه الأرض نشأ فيها نبت شبه نفسه كأنه زرعة تنبت من هذا الأرض تأخذ غزائها وشرابها وكل مقومات حياتها من هذه الأرض الذي نبت في هذه الأرض ونشأ على طراب هذا الوطن وشرب من ماء هذا الوطن واستظل بسمائه فهو كله كله مجمله من هذا الوطن يبقى إذا بنلاحظ أنه محب شديد الحب ليه وطنه على الرغم من أنه بيعيش بعيد عنه بعد كده علل تكرار الضمير أنا أو أنا أنا هكرر كلمة أنا أكثر من مرة هنقول ليه هنقول يدل على شدة الارتباب بالوطن والذوبان في هذا الوطن يقول له أنا من هذا الوطن أنا من هذه البلد فهو يؤكد على انتمائه الدائم لهذا الوطن وفخره بالانتماء إلى هذا الوطن ضمير أنا ضمير إنسان بيستخدمه للاعتزاز بالنفس أنا فعلت ذلك أو أنا قلت ذلك أو أنا من هذا الوطن فهذا يدل على اعتزازه الشديد وفخره الشديد بارتباطه وانتمائه لهذا الوطن ولهذا البلد يبقى دي الأبيات الأولانية الموجودة عندنا طيب لو شفنا بعض مظاهر الجمال في هذا النص هنجل إن الشاعر بيقول وطن النجوم وطن النجوم الله أنا لو حطيت يعني دعوني بس أتكلم هنا يعني جزئية في النحو أنا لو حطيت خط تحت كلمة وطن وقلت أعرف ما تحته خط وإحنا أخذنا أسلوب النداء هذا العام وشرحناه في حلقة من الحلقات تعرضنا فيها لبعض دروس النعو وقلت أعرب وطن تعربها إيه هيكون إعرابها منادة منصوب وعلامة النصب الفتحة طب أين أداة النداء أداة النداء محزوفة أداة النزاء إيه محزوف يبقى هو عاز أقول يا وطن النجوم وهنعرف هو ليه دلوقتي حازف الأداة هو عاز أقول يا وطن النجوم فوطن النجوم أنا هنا يبقى هنا ده أسلوب إنشائي ولا أسلوب خبري أسلوب إنشائي لأنه بيفود الطلب وطن أسلوب إنشائي نوعه ده الغرض منه التعظيم الغرض منه التعظيم لهذا الـ لهذا الوطن دي ناحية الناحية التانية اللي احنا أشارنا إليها قبل كده وأنا قلت لما بتجده ينادي غير الإنسان اعرف على طول إن أنا عندي هنا إيه استعارة مكنية يبقى هنا استعارة مكنية صور الوطن كأنه إنسان يستمع إلى النداء ويستجيب لهذا النداء السؤال الثالث اللي بيستدعي هنا أنا ممكن أسأل وأقول علل حذف أداة النداء لماذا عذف الشاعر أداة النداء هنا حتكون الإجابة الشاعر حذف أداة النداء للدلالة على قرب وطنه من قلبه وطنه قريب من قلبه جدا لدرجة إنه مش صابر حتى إنه يجيب أداة النداء فدخل إلى المنادة مباشرة بعد كده كلمة النجوم استعارة تصريحية وهنا أشير إشارة خفيفة جدا أنا قلتها قبل كده إن هنا الاستعارة التصريحية بيحزف المشبه ويصرح بي المشبه بي فهو لما يقول وطن النجوم يوصب بالنجوم أبناء الوطن كأنه عايز يقول إن أبناء الوطن نجوم أبناء الوطن نجوم قادي الأبناء الوطن هو المشبه أو كلمة أبناء هي المشبه وكلمة النجوم هي المشبه به فلما حذف المشبه وصرح بالمشبه به اللي هو كلمة النجوم بقت الاستعارة عندي هنا إيه؟ استعارة تصريحية يبقى لما يقول النجوم حطيه أو أسألني إيه الجمال فيها هقوله والله استعارة تصريحية حيث صور أبناء الوطن كأنهم نجوم وحدف المشبه وصرح بالمشبه به وطبعا سر الجمال هنا إيه؟ التشخيص لأنه هو شبهم بإيه؟ بإنسان طيب بعد كده سر الجمال التوضيح سر الجمال هنا إنه عايز يوضح المعنى الذي يريده بعد كده حدق اسلوب إنشاء خلاص إحنا عرفنا الموضوع ده الأمر والناي والاستفام وكذا عرفنا ده إيه؟ اسلوب إنشائي حدق اسلوب إنشائي نوعه أمر والغرض منه التمنى يعني هو بيتمنى لو أن وطنه نظر إليه وشمله بالعطف والحنان لأنه يحب هذا الوطن أتذكر من أنا؟ خلاص عرفنا اسلوب إنشائي نوع استفهام وغرضه إثارة اللحفة بعد كده بيقول أنا ذلك الولدو حيبتري يستخدم بقى كلمة اسلوب الضمير أنا طبعا اسلوب قصر يفيد التخصيص اسلوب القصر من ضمن الأمور اللي بتيجي فيه تعريف الطرفين يعني ما يقول أنا ذلك الولدوه فالمبتدأ معرفة والخبر إيه؟ والخبر أنا ذلك الولدوه فالمبتدأ معرفة والخبر اللي هو اسم الإشارة معرفة فتعريف الطرفين بيبقى نوع من أنواع القصر يبقى أنا ذلك الولدو أسلوب قصر يفيد التخصيص والتوكيد وأدواته أو استخدم فيه أو وسلته تعريف طرفين أو بذكر المبتدأ والخبر لكلاهما معرفة بعد كده هو بيقولي ها هنا تعبير جميل يوحي بقرب الوطن من نفس الشاعر الوطن قريب جدا أنا ها هنا فهذا الوطن قريب جدا من نفس الشاعر على الرغم من وجود الشاعر يعني بينه بين وطنه بحار ومحيطات وهو في الجزء الآخر من الأرض إلا أن هذا الوطن قابع في نفس هذا الشاعر وحيظهر في أكتر من مكان وزي ما قلت لكم لما قال وطن النجوم وابتدى النص بحزف أداة الندى للدلالة على إيه على إن الوطن قابع في نفس هذا الشاعر أنا قطرة هتلاحظوا هنا برضو أعاد استخدام أداة الضمير أنا واللي بتفيد الاعتزاز الشديد جدا بالوطن وده تشبيه بليغ أنا قطرة تشبيه بليغ يوحي بشدة حبه لوطنه أنه بيحبه وطنه جدا بعد كده بيقول فاضت جداولة من سنة تشبيه حيث شبه الجداول بالسنة اللي هي الضوء يعني وسر الجمال التوضيح أنا ذرة تشبيه بليغ برضو سر جماله التوضيح وتقديم من ترابكة للتخصيص أنا ذرة من ترابكة حنا أشرنا قبل كده إنه من ضمن صيغ ومن ضمن صور القصر أو التخصيص والتوكيد تقديم الجار والمجرور وهو هنا هو قدم الجار والمجرور أنا ذرة من ترابكة تركيب الطبيع يعني هو بيقول أنا هذه فاضت جداولة من سنة وبعدين بيقول أنا ذرة لها كلمة من ترابكة قدمها طبعا للتخصيص والتوكيد مواكب من منع تشبيه جميل وسر الجمال الايه التوضيح بعد كده السؤال اللي احنا أشرنا إليه إنه هو غالبا ممكن يجي في وهو بيجيب أبيات النص يجي مثلا عندي ألف وباء وجيم وذالي يجي في السؤال دالي رح سعيدني سؤال حول التعليق على النص حول سمات سقصية الشاعر حول قصائص سلوب الشاعر حول سمات المدرسة التي ينتمي إليها الشاعر فالسؤال هنا بيقول في النص عددهم من سمات مدرسة المهاجر وضح ذلك هنقول واحد الحنين والشوق إلى الوطن والإحساس بالاقتراب وده وضح جدا 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 في أبيات الشاعر الامتزاق بالطبيعة وتشخيصها رجبه أنا قطرة أنا جاء مقطرة ماء وإلى آخره فهو ممتزق جدا من الطبيعة وعي يظهر في الأبيات القادمة ذلك السبطان النفس الإنسانية لأنه هو بيكلم عن إحساس ومشاعر إنسان مغترب عن وطنه علل عدم ذكر الشاعر لإسم بلد ببنان دي ملحوظة ممكن يلاحظها اللي بيقرأ النص إن الشاعر لم يذكر اسم بلده صراحة طب ليه؟ إيه السبب؟ السبب في عدم ذكر الشاعر لإسم بلده صراحة إنه عايز لو تذكرون إحنا في كلامنا عن مدرسة المهاجر إنهم قلنا إنهم كان عندهم نزعة إنسانية عامة ونظرة أكثر شمولية اتجهت إلى البشرية في عمومها وميل إلى التسامح هذه النظرة الإنسانية وهذه النظرة إلى البشرية في عمومها جعلت الشاعر هنا لا يذكر اسم بلده صراحة لعلشان يجعل هذه التجربة شاملة فيها شمول لكل شخص مغترب بعيد عن وطنه تصلح هذه الأبيات أن تعبر عن مشاعره وعن أحاسيسه نحى بها ناحية إنسانية عامة فهي ترمز لكل مغترب يحن إلى وطنه ومنبته واشتاق إليه وده السبب اللي خلى الشاعر ما يذكرش اسم بلده صراحة وأن كنا طبعا عارفين أنه هو بيقصد بلده لبنان وهو عايز يقول أن تجربتي هنا تجربة شاملة تصلح لأي شخص يعيش تجربتي ويعيش إحساسي طيب بعد كده الأبيات اللي بعد كده الرجل بيقول أنا من طيورك بلبل غنى بمجدك فغتنى حمل الطلاقة والبشاشة من ربوعك للدنى كم عانقت روحي رباك وصفقت في المنحنى أنا من طيورك بلبل غنى بمجدك فغتنى حمل الطلاقة والبشاشة من ربوعك للدنى كم عانقت روحي رباك وصفقت في المنحنى الله كلام جميل جدا بيعبر عن نفس محبة وبشدة لوطنها المفردات اللي موجودة عندي كلمة الطلاقة معناها التهلل والاستبشار البشاشة هي طلاقة الوجه يعني الوجه بيقومه بتسم كده عكسها العبوس ربوع المفرد ربع وهو الموضع الذي يقام فيه وقت الربيع يعني هو كناية عن انه وطنه يمتاز بالجمال جمال الطبيعة وكثرة الأشجار والأزهار وغير ذلك الدنى المفرد هي جمع والمفرد دنيا والمقصوب بها الحياة الحاضرة التي نعيشها رباكة هي جمع كلمة ربوة يعني المفرد بتاعها ربوة والربوة هي المكان المرتفع من الأرض لو جينا نشوف شرح هذه الأبيات الشاعر مستمر بهذه المنظومة الجميلة التي يبث فيها وطنه أشواقه وحنينه ورغبته الشديدة في العودة إليه والعيش في أكنافه فبيبص هذه الأشواق وهذا الحنين وتلك الذكريات فهو من أبناء هذا الوطن هو بلبل صداح يصطح ويغني أعذب الألحان وأجمل الأغنيات على ربا هذا الوطن المرتفعات المملوء بالأشجار وبالأزهار وبالطبيعة الجميلة وطنه مملوء بالحدائق والبساتين وهو في مهجره الجديد يمتاز بالبشاشة والطلاقة وحب الخير للناس جميعا هذه الأمور جميعا قد حملها معه من وطني يعني هو ما اتسبه في الموطن الجديد الذي يعيش فيه لا هذه الأمور رسخت فيه وركبت فيه وغرست فيه في الفترة نشأته الأولى بهذا الوطن ذهب إلى العالم الآخر أو ذهب إلى المكان الآخر الذي يقوم فيه يحمل قيم الطلاقة وبشاشة ويحمل الخير إلى الجميع كل ذلك تعلمه وأخذه من وطنه الأصل يعني صور جميلة تدل على الحب الشديد والانتماء الشديد إلى الوطن يعني يذكرها إلي أبو ماضي في تجربته التي حرصة على أن تكون تجربة إنسانية عامة تصلح لكل زمان وتصلح لكل مكان وتصلح لكل شخص يعيش هذه التجربة ويعيش نفس الظروف التي عاشها إلي أبو ماضي نشوف بعد كده بعض مظاهر الجمال الشاعر بيقول أنا بول بولون تشبيه بليغ شبه نفسه طبعا بالبول بول والسر الجمال التوضيح غنى غنى وغتنى جناس ناقص والجناس أنا عندي جناس ليه نوعين يعني إشارة سريعة للجناس أنا بحاول أقتنص أي فرصة بيأتي فيها صورة جمالية أو محسن بديعي جديد علشان أدي حضراتكم إشارة إليه فهنا أنا عندي الجناس الناقص أو الجناس يمكن أول مرة يظهر عندنا الجناس نوع من أنواع المحسن البديعي والجناس له شكلان الشكل الأول هو الجناس الناقص والشكل الثاني الجناس التام الجناس الناقص هو أن بيبقى عندي كلمتين بيحصل بينهم اختلاف بسيط في عدد الحروف أو في ترتيب الحروف أو في ضبط الحروف يعني عندي غنى غنى وغتنى على أعز أن الأصل بتاعهم واحد ولكن واحدة فيها ثلاث حروف وواحدة فيها خمس حروف وشرط أساسي في الجناس سواء كان ناقص أو تام أنه يكون في اختلاف في المعنى فغنى مفهوم أنه بيغنى وغتنى جاية من الغنى تمام فالجناس هنا جناس ناقص الجناس التام بيبقى الكلمتين زي بعض بيضبط في المعنى يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة يبقى هنا عندي الساعة الأولانية المقصود بيها الوقت من النهار والساعة التانية المقصود بيها يوم القيامة ألاحظ أن الكلمتين زي بعض بضبط تماما تماما ولكن حصل خلاف في المعنى واحدة بتقول معناها الساعة من النهار والتانية معناها يوم القيامة مثلا يعني دي نوع من الأمثلة على الجناس التام أحمد شاوي ليه بيت مشهور أول ما بقوله وسلا مصر هل سلا القلب عنها أو أسى جرحاه الزمان المؤسي هبص للجزء الأولاني من البيت هلاقي بيقول وسلا مصر هل سلا القلب عنها هحط خط تحت كلمة سلا الأولانية وخط تحت كلمة سلا التانية هلاحظ أنهم متفقين في ترتيب الحروف ومتفقين في الحركات والسكنات ومتفقين في عدد الحروف ولكنهم مختلفين في المعنى سلا الأولانية فعل أمر يعني بقوله مسألة مصر وسلا التانية معناها نسي هل نسي القلب يبقى اختلفوا في المعنى والجناس هنا بنقول عليه جناس تام والجناس التام برضو زيه زي الجناس الناقص بيعطي جرسا موسيقيا يطرب الأذن ويسير الذهن نرجع لي الكلمة اللي عندنا اللي هي غنى وغتنى خلاص فيهمني يعني إيجي نص ناقص غنى بمجدك استعارة مكنية حيث أصور المجد كأنه أغنية يغنيها وسير الجمال التكسيم أعتقد إحنا بقينا محترفين في كيفية عمل الاستعارة المكنية والاستعارة التصريعية وأنا كنت حريص جدا أثناء شرحي للنصوص إن أنا أشرحها وأكررها مرة ومرة ومرة عشان نستخدمها في النصوص وعشان نستخدمها في البلاغة فاغتنى الفاء هنا بتفيد إنها نتيجة لما قبلها غنى بمجدك فكانت النتيجة أنه اغتنى وصار إلى حالة الغنى نتيجة لأنه محب لهذا الوطن محب لإيه لمجده وبعلاقة فاغتنى بما قبلها نتيجة حملت طلاقة والبشاشة استعارة مكنية حيث صور الطلاقة والبشاشة كأنهما شيء مادي يحمل وسر الجمال التكسيم خلاص فهمنا وعرفنا المسألة داية الطلاقة والبشاشة اطناب بالترادف الاطناب يعني إن أنا بأكد على المعنى ومن ضمن صوره الترادف الترادف يعني إن أنا أجيب كلمتين بمعنى واحد واجيبهم مرة بعض والهدف من كده إن أنا أأكد على المعنى اللي أنا عايزة ولفاق طلاقة والبشاشة الكلمتين لهما نفس المعنى فإطناب بالترادف فيدي التوكيد ربوعك جمع كلمة الربوع هنا لإفادة العموم والشمول من ربوعك قلنا اتفقنا أن تقديم الجار والمجرور بيفيد دايماً لإيه التخصيص كم عانقة روحي روباك كم هنا خبرية وبتفيد لإيه الكثرة عانقة روحي استعارة مكنية وسر الجمال التشخيص وصف فقط في المنحنى استعارة مكنية حيث صور الروح بشخص يصفق وسر الجمال التشخيص طيب هنيجي بعد كده ما ملامع شخصية الكات الشاعر كما فهمت من الأبيات هنقول ملامع شخصية الشاعر صادق العاطفة رجل محب جداً لوطنه وبيظهر ذلك في كل عبارة بيقولها وهو محب مخلص الوطن لديه إحساس عميق بقيمة الإيه الوطن وظهر ذا في الأبيات اللي هو تكلم فيها ما سمات أسلوب الشاعر وأنا شرحته قبل كده ووضحت إيه الفرق بين ملامح الشخصية وبين سمات الإيه الإسلوب ملامح الشخصية خلاص فهمناها يعني نكلم معا عن سمات الإسلوب يتميز الشاعر بالبلاغة في التعبير السلاسة في الإسلوب استخدم ألفاظ موحية ألفاظ موحية وصور جمالية مبتكرة وعنده ترتيب في الأفكار أفكار مرتبة يعني بعد كده هو مصادر الموسيقى ونقطة دي برضو هأشير إليها ليه لأن الموسيقى بتنقسم عندي إلى موسيقى داخلية وإلى موسيقى خارجية الموسيقى الداخلية الخارجية دايما بتبقى نبعة من عدة أمور الوزن والقافية نبعة من الوزن وأنا عندي هنا وزن وعندي إيه قافية ونبعة من الصور الجزئية التي يستخدمها الكاتب الاستعارات والكنيهات وغير الزالب الموسيقى الداخلية بتبقى نابعة من حسن اختيار الشاعر للألفاظ الموحية المعبرة عن المعنى المراد وجزالة هذه الألفاظ وحسن صياغة هذه الألفاظ هل هذا الكلام موجود عند الشاعر؟ آه نعم موجود وموجود بشدة كما يقولون عنده وزن وعنده قافية وعنده صور جزئية يبقى شروط الصور الجمالية أو الموسيقى الخارجية موجودة الموسيقى الداخلية آه موجودة عندي ألفاظ موحية معبرة حسن الصياغة موجودة في أماكن وتعبر عن المعنى الذي يريده الشاعر بعد كده هو هندخل بقى إلى حاجة جديدة اسمها المدرسة الواقعية يعني احنا كده انتهينا من المدرسة الرومانسية بصفاتها الثلاث أو بجماعاتها الثلاث اللي هي الرومانسية اللي هي جماعة الدوان وجماعة أبول وجماعة المهاجر دلوقتي هتكلم عن المدرسة الواقعية هنشوف مع بعضي كنا أول سؤال عندي بيقول ما المقصود بالمدرسة الواقعية وما أهم شعرائها ومن أهم شعرائها ما المقصود بالمدرسة الواقعية ومن أهم شعرائها المدرسة الواقعية هي ما يعرف بالشعر يعني احنا عندنا في العصر حديث ما يعرف به الشعر الحر أو شعر التفعيلة وشعر الحر أو شعر التفعيلة كانت بداية الحقيقية على يد شعرها عراقية اسمها نازك الملائكة اللي عرف بعد كده به ايه المدرسة الواقعية أهم شعراء المدرسة الواقعية بعد كده عندي سؤال بيقول تضافرت مجموعة من الحوامل أدت إلى ظهور المدرسة الواقعية ناقش ذلك في مجموعة من العوامل اجتمعت علشان المدرسة الواقعية تظهر ايه هي مجموعة العوامل الدهية من أهم العوامل التي سعالت على ظهور مدرسة الواقعية التعبير عن الواقع بصدق انظروا الواقع ويعبرون عنه كما هو التقدم التكنولوجي الهائي اللي هنا هي ظهرت المدرسة الواقعية في عمومها بعد انتهاء الحرب العالمية التانية فالمدرسة دهية كانت بدأ يظهر عندنا تقدم تكنولوجي رهيب فرض نفسه على الحياة في كل صورة وفي كل أشكالها نمو الوعي الشعبي عالميا وده أدى إلى قيام حركات تحرورية يقضت الوعي العرب الجماعي بعد الحرب العالمية التانية بهدف إرادة التحرر من الاستعمار ومن الفساد الداخلي هذه العوامل جميعها أدت إلى ظهور المدرسة الواقعية ما الخصائص العامة لهذه المدرسة؟ هنقول إن الخصائص العامة لهذه المدرسة التعبير عن الواقع وده مفهوم من اسمها وقضايا الوطن استخدام الرمز والايتمام بالصور الكلية الممتدة القصيدة وحدة موضوعية تتعاون فيها الأفكار والعواطف والصور والموسيقى كل هذه الأمور بتتعاون مع بعضها البعض لكي تشكل القصيدة التحرر من وحدة البحر ووحدة القافية هو ما بيلتزمش فيه الغالب بقافية موحدة وهو عنده يعني موسيقى ولكن هو مش ملتزم برضو فيه الموسيقى الموجودة فيه الأبيات مش ملتزم بالشكل التقليدي للأوزان الموسيقية وما عندهش قافية أو ما بيلتزمش بالقافية والاكتفاء بوحدة التفعيلة والاعتماد على الموسيقى الداخلية بيقسم طبعا القصيدة إلى مقاطع حناخد نموذج على هذه المدرسة نص اسمه عوده إلى مصر هذا النص الشاعر اللي قاله هو شاعر مصري معاصر هو ساد سارو جويدة مولود في محافظة كفر الشيخ وعاش طفلته وبدايات حياته في محافظة البحيرة ثم تخرج في كلية الأداب هو شاعر محب لوطن مخلص في هذا الحب للوطن وبعتبر رائد من رواة حركة الشعر العربي المعاصر ومن أكثر الشعراء المعاصرين نشاطا وإصدارا للدواوين وليه كثير من الدواوين وليه مصرحيات شعرية كثيرة فمن دواويني على سبيل المثال ديوان اسمه في عينيك عنواني ومن مصرحياته على سبيل المثال مصرحية الوزير العاشق بعد كده عندي الجو العام للنص هو الشاعر في هذا النص عايز يقول أن حب الوطن مسألة راسخة في نفس الإنسان لا ينكرها إلا جاحد نزع حب الوطن من قلبه ولا يرسق هذا الحب إلا في قلب مؤمن بقيمة الوطن الذي نشع على أرضه وها هو الشاعر هنا بيناشد شباب مصر الذين هاجروا وابتعدوا عن وطنهم يناشدهم أن يعودوا إلى وطنهم كي يسعدوا بجماله وينعموا بخيراته ففيه مصدر الخير العميم ليعيشوا في أحضان النيل وخيره الفياض فالنيل سوف يكفينا بخيره عن الغربة والترحال والوطن كالأم الحنون تفتح ذراعيها لتستقبل أولادها في لهفة وفي شوق شديد يبقى إذن عندي الشاعر هنا يعني بيحب وطنه ويرفض كل شخص ينكر هذا الحب بيدعو أبناء مصر إلى أن يعودوا إلى أوطانهم وإلى أن يسخروا كل جهد المقلص وكل جهد بناء من أجل رفعة وتقدم هذا الوطن والدفع به إلى الأمام نعيش جميعا في مصر نشرب من ماء النيل وننعم بخيراته وبخيرات مصر مصر هي الأم التي تستقبل أبناءها في كل وقت وفي كل حين وهي في شوق إلى هؤلاء الأبناء وفي لهفة شديدة إليهم بعد كده الأبياد بتقول إيه أول مجموعة عندي من الأبياد بتقول عودوا إلى مصر ماء النيل يكفينا أين النخيل التي كانت تضللنا ويرتمي غصنها شوقا ويسقينا أين الطيور التي كانت تعانقنا وينتشي صوتها عشقا ويشقينا عودوا إلى مصر ماء النيل يكفينا أين النخيل التي كانت تضللنا ويرتمي غصنها شوقا ويسقينا أين الطيور التي كانت تعانقنا وينتشي صوتها عشقا ويشقينا لو شفنا المفردات هللا أن كلمة ماء جمعها مياه وأمواه يروينا ويسقينا يعني معناها يسقينا والمضاد يضمئنا النهر المقصود به هنا النيل وجمعها أنهار وجمعها أنهر يرتني يعني يلقي بنفسه عليه تعانقنا يعني إيه تضمنا ينتشي يعني يشم رائحة طيبة نرجح هنا للشرح قلنا أن الشاعر بيوجه نداء إلى أبناء مصر أو إلى شباب مصر تحديدا بيطلب منهم بيطلب منهم أن يعودوا إلى حضن الوطن مصر ذات الخيرات الكثيرة فماء النيل فيها يروينا وتحت ظل نخيله نستمتع بأجمل الأوقات ونوس مع صوت الطيور والتي تغرد بأصوات شجية لو شفنا بعض مظاهر الجمال عودوا إلى مصر أسلوب إنشاء ينوع أمر الغرض منه الحس هو نصف الإرشاد ماء النيل يروينا كناية عن عدم الاحتياج إلى الآخرين لأن خير النيل عظيم والكناية دائما بسر جمال الإتيان بالمعنى مصعوبا بالدليل أين النخيل الذي كانت تظلل لأسلوب إنشاء نوع الصفقام الغرض منه التحسر ويرتمي غصنها شوقا ويسقين استعارة مكنية صور الأغصام بإنسان يشتاق وسر جمالها التشخيص أين الطيور التي كانت نقل مفهوم طبعا أنه أسلوب إنشاء نوع الصفقام وتطرقنا له وشرحناه قبل كده وينتشي صوتها عشقا ويشجين استعارة مكنية صور صوت الطيور بإنسان عاشق وسر جمالها التشخيص في سؤال هنا بقول عن التكرار فعل الأمر عوده الإجابة هنقول إن الشاعر كرر فعل الأمر عوده أكثر من مرة علشان عايز يأكد على ضرورة العودة إلى مصر لما فيها من النفع لهم ولوطنين ما الجنس الأدبي أو من نوع الأدب الذي ينتمي إليه هذا النص النص من الشاعر الوطني ما ظهر الموسيقى في الأبيات شبأ وكلمنا عنها قبل كده موسيقى داخلية وموسيقى خارجية الموسيقى الخارجية وحدة الوزن والقافية والصور الجزئية والموسيقى الداخلية تتمثل في حسن الاختيار اختيار الألفاظ الموحية المعبرة عن المعنى يعني إحنا كده بنكون عشرنا إلى بعض أو إلى جزء من هذا النص وعملنا له تقديم بأن احنا تكلمنا عن المدرسة الواقعية اللي هي جاء هذا النص يعني ممثلا لها ويبقى لنا بعض الأبيات إن شاء الله هنعود إليها بالشرح والتفصيل في حلقة قادمة إن شاء الله أرجو أتمنى أن تكونوا قد استفدتم مما قلنا وأتمنى لكم النجاح والتوفيق ونلتقي بإذن الله في حلقة مقبلة لمادة اللغة العربية شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر